بسم الله الرحمن الرحيم هنكلم من اليوم ان شاء الله عن حيوان في صفات ومزايا مش موجودة تقريبا في عالم الحيوان كنه حيوان قوي صبور هادي مطيع خدوم حيوان جميل وعنده خجل وحياء شديد الانسان وعلى مرة العصور يستغل الحيوان ده في السلم والحرب واستفاد منه بطرق كتير قوي يسافر به وحط عليه احمال وبضايع يكون لحمه ويشرب لبنه ويقعد كمان تحت ظله ويستفيد من جلده والوبر بتاعه حتى في الاعياد والمناسبات المختلفة الناس كبار واطفال يحبوا او يركبوا الحيوان ده كنوع من المتعة وكمان لازم يتصوروا معاه الحيوان الجميل ده هو الجمل الجمل ارتبط بصفة عامة بشعوب منطقة الشرق الاوسط وبصفة خاصة بالشعوب العربية وده بسبب البيئة الصحراوية واللي ما ينفعش فيها الا الجمل بس وللي مزايا جسدية وبدانية تخليه مؤهر لكده وبسبب اهتمام العرب من زمان الجمل هنلاقي ده اكتر من 160 اسم في اللغة العربية ومن ضمن معاني الجمل يعني في اللغة الجمال حتى ان من ضمن الاسامي بتاعت الجمع بقى اسماء الجمع للجمل جمال وجمالات انما اشهر اسم اللي اتذكر هو الجمل وبالنسبة للانسة الناقة واشهر اسم لصوت الجمل هو الرغاء فترة الحملة عند الناقة حوالي 14 شهر بتجيب مولود واحد كل مرة وخلال حياتها ممكن تتولد 12 مرة انسة الجمل اللي هي الناقة عندها خجل وحياء فطري لما تكون حامل ومعاد الولادة قرب هنلاقيها تسيب القطيع اللي معاها وتروح لأي مكان يكون متغطي بأي نباتات او اخصان اشجارة علشان ما تبقاش مكشوفة يعني وبعد الولادة المستترة دي بتقعد مع ابنها اسبوعين كاملين وبعد كده تاخده وترجع به للقطيع بتاعها البيم الجديد ده بقى بيرضع من امه من 10 شهور لحد 18 شهر وبيوصل للنمو الكامل لما يكون عمره 7 سنين المولود الجديد ده يقدر يمشي ويعتمد على نفسه في الماشي يعني بعد نص ساعة بس من الولادة اثناء الحرب العالمية التانية خاصة في منطقة الشرق الاوسط كان قائد الدبابة الالماني يحب يمشي بالدبابة على اللي هو سيئة يعني على مخلفات الجمال الجمال الالمان دول كان عندهم اعتقاد وامان ان اللي بيعملوه ده مصدر فقل وحسن طالع ويجيب الحظ والتوفيق في المهمة الحربية بتاعتهم بعض الدول العربية بتعمل مسابقات جارية علشان اسرع جمل يتكرم هو وصحبه بطبيعة الحال برضو بتعمل مسابقات ومنافسات لاختيار اجمل جمل واجمل ناقة في تركيا بتعمل كل سنة مسابقة الحياة هي من الظريفة يعني في وقع الامر مسابقة عبارة عن مصرعة بين الجمال والجمل الاقوى هو اللي بيفوز في المسابقة الاسرع البيخة دي اكبر واجبة في العالم كانت عبارة عن جمل كامل مشوي وده كان في حفل زفاف في دولة من الدول الاعربية العالم في حوالي 14 مليون جمل اغلبهم في منطقة الشرق الاوسط والبقى في اسيا واستراليا الجمل العربي ليه سنام واحد بس على ظهره في حين ان الجمل الاساوي والاسترالي بيبقى ليه سنامين سنام الجمل عبارة عن مخزن للدهون الدهون دي بتتكسر وتتحول لأكل ومية وطاقة في الوقت اللي يكون الجمل محتاج لأي حاجة من دول الجمل يقدر يخزن 40 كيلو جرام من الدهون في السنام بتاعه ده وده يخلي الجمل يقدر يعيش 15 يوم بدون نقطة مية ويقدر يعيش كمان اسابيع وربما شهور بدون اي اكل على الاطلاق ليه فايدة تانية انه بيرطب جسم الجمل اللي متعرض بصفة دايما تقريبا للحر والشمس انما لو تمفرت المية للجمل ممكن يشرب حوالي 150 لتر مرة واحدة الجمل من ناحية تانية الحقيقة ما بيعرقش الا لو درجة الحر وصلت ل42 درجة مقوية او اكتر من ناحية تالتة الجمل لما بيفقت 25% من المية اللي بجسمه ممكن يخش في مرحلة الجفاف في حين ان الانسان وكل السادييات بيحصل لها جفاف لو فقدت 15% بس من المية اللي بجسمها الجمل قوي جدا ويقدر يشل على ظهره حمولة توصل ل450 كيلو جرام ويمشي بها مسافات طويلة وبدون اي فترات راحة على الاطلاق الجمل كمان ممكن يجري وبسرعة توصل ل60 كيلو متر في الساعة انما الحقيقة النجاري ده بيبقى للمسافات قصيرة في حين انه ممكن بقى يمشي وبكل سهولة وبدون اي تعب وكمان بسرعة توصل ل40 كيلو متر في الساعة متوسط عمر الجمل بيبقى من 40 ل 50 سنة والطول من 2.5 ل 3.5 متر والارتفاع بتاعه من 1.8 من 10 ل 2.5 متر والوزد من 400 كيلو لحد 600 كيلو جرام كمان من وسائل الحماية والدفاع ضد اختارات بيئة الصحرية اللي بيعيش فيها بالاضافة اللي احنا قلناها يعني ان جلد الجمل بيبقى سميك قوي وبيعكس حرارة الشمس ويقدر يمشي او يقعد على الرمل مهما كانت درجة حرارته عن الجمل لها 3 جفون وصفين من الرموش وكل ده علشان حماية للعين من الرمل والعواصف والرياح مناخير الجمل تقدر تحتفظ بمخار المية واتدخلها الجسم على هيئة مية والجمل يقدر يقفل كمان مناخيره تماما لو كان الجو في رمل او مليان بالرمل الجمل من نوع من الانواع النباتية بيأكل الاعشاب والحشاش والحبوب وشفيف وملنة جدا تخليه يقدر يأكل اي نباتات او اغصان مليانة بالشوك او بالملح الجمل من الحيوانات المكترة بمعنى انه ممكن يطلع الاكل في معدته ويمضغه تاني ويبلعه الجمل بالنسبة للعالم الغربي مالوش اهمية كبيرة انما برغم انزلك في السنين الاخيرة بدأوا يهتموا اوي بلحم ولبن الجمال وعملوا عليهم دراسات وابحاث كتيرة ومن ضمن الانتاج اللي توصلوا لها ان اللحوم الجمال قليلة اوي في المحتوى الدهون بتاعها والكوليسترول والسعرات الحرارية وده هيفيد اوي لمرضى القلب واللي ماشيين على نظام غزاء للتخصيص كمان محتوى البروتين في لحم الجمال عالي جدا وبيطلع طاقة بدرجة كبيرة كل ده هينفع الرياضيين او اللي شغلوهم محتاج مجهود بدن كبير وقالوا كمان ان اللحم الجمال بيرفع من كفاءة الجهاز المناعي وممتاز لصحة المخ والاعصاب والجهاز العصبي ككل واحتمال كمان انه يفيد في بعض السراطنات والجلطة الدماغية والعدوى البكترية والفيروسية وعرق النساء ونزلات البرد كمان في دراسات قالت ان لحوم الجمال بتحافظ على شباب ونظارة وجمال السيدات بصفة خاصة اما بالنسبة لالبان الجمال الدراسات اللي تعمت عليها قالت ان برضو الالبان دي قليلة بسعراتها الحرارية وبتعتبر بديل اكتر من ممتاز لأي لبان تاني وممكن لأي حد عنده مشاكل من الالبان التانية دي انه يستعمله بكل امان من فواد اللبان الجمال انه بيقل الضغط العالي وبيحسن حساسات الخلايا للانسولين يعني ممتاز لمرضى السكر ومناشط الجهاز المناعي وفيه ابحاث اتعملت على الالبان الجمال قالت انه ممكن او الى حد ما يعني ينفع في حالات مرضية زي التوحد والشلال الرعاش والالزهايمر وفقدان الزكرة انما الكلام ده الحقيقة مش نهائي لان الموضوع ده محتاج ابحاث اكتر علشان تأكد او تنفي الفوايد الهيلة دي اما العب بقى في لبان الجمال انه سعره عالي قوي وما بيتعملوش بسترة وده سبب انهم بيحولوا لبدرة او يجمدوه بحيس بقى صالح انه يتنيق المسافات طويلة وبالتالي يبقى متوفر في الاسواق في اي وقت يعني ده قادل جمل الجميل المخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى طول وعرض وقوة انما برغم من ذلك مصخر لخدمة الانسان اللي بيشغاله ويستفيد من لحمه لبنه جلده ووبره ويكسب من وراه بكل الطرق وبكل وسائل وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته